السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ادعوكم جميعا في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة ان نقف وإياكم وقفة تأمل مع آية عظيمة في كتاب الله عز وجل وهي آية الكرسي فيقال بان آية الكرسي هي اشرف آية في القرآن وأعظم آية في القرآن يقال سيد الكلام هو القرآن الكريم وسيد القرآن الكريم هو البقرة وسيد البقرة هو آية الكرسي لعل جميع الناس يحفظون هذه الآية المباركة ولكن نريد أن نقف عند أسرارها وعند مقاصدها وعند أهذافها يقول فيها ربنا عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوذه حفظهما وهو العلي العظيم هذه الآية العظمة بها خمسون كلمة خمسون كلمة في كل كلمة خمسين بركة وسر هذه السورة والآية أنها جمعت سبعة عشر اسما من أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهي جمعت أصول الأسماء والصفات الإلهية من الوحدانية وصفة الحياة وصفة العلم وصفة الملك وصفة القدرة وصفة الإرادة يقال من أسباب نزولها أن المشركين جاءوا إلى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد عرفنا بربك أنبئنا بصفات ربك نحن نذكرك بصفات أربابنا كانوا يعبدون الأصنام والأوثان الإساف وهبل واللات والعزة كل إله له سيرة وله صفات وله ورقة معلومات فقالوا يا محمد أنت جئتنا بدين جديد عرفنا بربك من هو ربك فنزل قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم بدأ بإسم الله فربنا عز وجل سيرفع في بداية هذه الآية يرفعه بإسمه العزيزة الله لا إله إلا هو وفي نهايتها سيختمها بقوله العلي العظيم العلي العظيم هذه السورة العظيمة معانيها كثيرة وجليلة للغاية الله سبحانه وتعالى هو اسم للدات العليا يقال إنه الاسم الأعظم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله تعالى وكل الأسماء تابع إليه كل الأسماء وتحدى الله تعالى جميع الإنس والجن منذ أول بشرية إلى نهايتها تحدى أن تسمى أحد المخلوقات بإسمه ما يقدر أي كان أن يسمي نفسه أنه هو الله لا يستطيع هذا اسم خاص بالله تعالى وحده لا يطلق إلا على رب البريات سبحانه وتعالى حتى في الجاهلية الجاهلية كانوا يطلقون اسم الله على الدات العليا بالفطرة السليمة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل خلق الله وإذا سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله الله لا إله إلا هو هذه الشهادة بالتوحيد الخالص ومحلها القلب وربنا عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين كلهم إلى أقوامهم بماذا أول قضية ربنا عز وجل يريد أن يرسخها في القلوب والعقول هي مسألة العقيدة والتوحيد لأنها إذا رسخت في القلب آنذاك باقي الأحكام وباقي التشريعات تكون سهلة على صاحبها فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه أي شريك وكل من نطق بكلمة لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان عليه من عمل حتى إن في الحديث يقال أن أبى ذر قال يا رسول الله وإن سرق وإن زن قال وإن سرق وإن زن قال يا رسول الله وإن سرق وإن زن قال أي نعم وإن سرق وإن زن فقال يا رسول الله وإن سرق وإن زن قال أي نعم وإن سرق وإن زن رغم أن في أبي ذر كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة الله لا إله إلا هو الحي القيوم سوف يذكر الله تعالى صفته الحي ما معنى الحي له الحياة الدائمة وله البقاء الأزلي فالله تعالى ليس كباقي المخلوقات الله أول قبل الوجود وآخر بعد الخلود ومطلق عن الحدود لا أول له ولا آخر له يعني منطق العقل لن يفهم وإنما سيسلم إيمان القلب أما العقل فهو محدود جدا كل ما سوى الله تعالى فإنه يفنى له حياة محدودة وينقطع بانقطع آمادها وينقضي بانقضاء غايتها إلا الله له الحياة الدائمة كان منذ الأزل ليست له بداية وسيبقى إلى النهاية ما عنده نهاية ماذا معنى الحي؟ كل المخلوقات يموتون كل ما في الوجود يفنى ويبيد إلا الله سبحانه وتعالى يبقى حي الحي القيوم ما معنى القيوم؟ أي أنه هو القائم على شؤون عباده الله تعالى هذه الصفة أيها الأحباب لماذا نذكرها؟ لأن لما يقل الإيمان ونصطدم بصعوبات الحياة بغلاء المعيشة بقوانين جائرة بظلم وعدوان من هنا أو هناك بعض الناس يقع لهم نوع من الحيرة ويقول أين الله؟ الله موجود وهو حي يرانا يسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا ولكن ناظر كيف تصنعون؟ ناظر لكي يعطي لكل منا جزاءه فهو من صفتي الحي القيوم أي يقوم على شؤون الخلق المؤمن هدسمية للقيوم مريحة يعني ربك عز وجل سيقوم مقامك بالقيام بأعمال أنت ربما تعجز عنها سيوفر لك طعامك وشرابك سوف يعالج مرضك سوف يجمع شملك سوف يقضي حوائجك قيوم مثل القيم على المسجد أو القيم على المدرسة أو القيم على أي مؤسسة فالله قيوم على كل المخلوقات يرزق كل خلقه ويحفظهم ويقال بأن هذا الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى لأن الصحابة كانوا يبحثون عنه فقال لهم النبي الكريم ابحثوا عنه في ثلاث سور في البقارة وآل عمران وفي طه فقال ابن عباس والله إنه الحي القيوم فالناس كانوا يوقع لهم شيء أزمة أوقعت لهم شيء غلبة ماذا يقولون نادي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وسترى العجب وسترى العجب أن الله تعالى يرزقك من فقر وينصرك من ضعف ويعطيك من الخير ومن البركة ما الله بعليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لطالما واجه صعوبات في الحياة وكان إذا كربه أمر ماذا كان يقول كان يستغيث ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فهذه رسالة لكل الأحب الكرام لعنده أي أزمة أزمة مالية أزمة صحية إذا كنت مظلوم يقع عليك ظلم الظالمين إذا كنت في وضع لا تحسد عليه وما عندك قدرة على التغيير قل يا حي يا قيوم قلها ورددها كثيرا وسوف ترى العجب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم قيل في سبب نزولها أن سيدنا موسى عليه السلام موسى الكريم كان يتكلم مع الله تعالى ولكن هذه المرة سأل الملائكة خفية قلهم أريد أن أسألكم يا ملك الرحمن أريد منكم هل الله تعالى ينام أنتم مع الله الملائكة دوما مع الله فأراد موسى عليه السلام تسريب يعرف حقيقة الألوهية سألهم هل الله تعالى ينام هذا سؤال كان يؤرقوني كثيرا فالملائكة بدوا ينظرون إليه والله سمع الخبر فقال يا يا موسى تعالى فقال أعطوه قارورتين أعطوه قارورتين مملؤتين بالماء ثم قال يا موسى اجلس و ابقى هكذا وقفا واحذر أن يأخذك النوم احذر فبقي موسى عليه السلام واقفا يمسك بالقارورتين إحدهما في يمينه والتاني في شماله وبدأ ينتبه لكن بدأ النعاس يغلب عليه ساعات وساعات وفي لحظة غلبه النعاس فأطلق القارورتين فاصطدمت بالأرض وتكسرت فاقفز موسى عليه السلام فقال الله تعالى يا موسى إن نمت أنا فمن يمسك السماوات والأرض أن تزول لا يمكن الله تعالى لا ينام سبحانه وتعالى هو خالق النوم وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ماشي الجاذبية ماشي القوانين الطبيعية لأن الله هو اللي خلق ذلك القوانين وتلك الجاذبية فسيد موسى لما سمع هذا الكلام قال يا موسى إن نمت أنا فمن يمسك السماوات والأرض أن تزول خر موسى ساجدا لله تعالى فمعنى لا تأخذه السلخ لنوم أي لا يعتره نقص ولا غفلة ولا دهول عن خلقه فالله تعالى قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية ومن تمام القيومي أنه لا يعتره لا سنة ولا نوم لا تأخذه أي لا تغلبه ما عند لا تعب ولا نعاس لهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه الألوهي شيء عظيم وسيء جليل حتى إن أن العباد يوم القيام لما غد يقع لهم اللقاء المباشر مع الله تعالى ويرفعوا الستار يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته غد يبقوا البشر خمسين ألف سنة وهم محضقين في نور الله وجلال الله وجمال الله وعظمة الله وبهاء الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض كل ما في الوجود هم عبيد لله تعالى هم في ملكه كل هؤلاء العظماء والزعماء والأباطرة كل هؤلاء لا شيء إنهم عبيد في مملكة الله تحت قهره وسلطانه وكلهم يوم القيامة كل المخلوقات خصوصا الجبابر والظالمين والذين يظلمون الناس ويسفكون الدماء هؤلاء سيأتون يوم القيامة هم ضعفاء إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يوم القيامة الكل سوف يقف بينه لله فردا ربما هنا في الدنيا يحتمي بالزبانية يحتمي بجيش يحتمي بمؤسسات لكن هناك كل واحد من البشر سيأتي فردا لله لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فالله تعالى يعرف بنفسه آية الكرسي هي تعرف بالدات الإلهية العلية الله تعالى هو الإله المعبود ذو الألوهية والعبودية على جميع خلقه هو الحي الذي له الحياة التامة التي لا بداية لها ولا نهاية هو القيوم القائم بنفسه على كل شيء وهو المنزه عن كل عيب وكل نقص وهو سبحانه وتعالى لا ينام ولا يصيبه حتى بداية النعاس كل هذا من كماله وجلله وله ملكية السماوات والأرض وحده ولا يشارك في ملكهن أحد هو وحده المتصرف في شؤون الحياة كلها هكذا ربنا عز وجل يعرفنا بدايةه إلى أن يقول من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة الناس يبحثون عن الشفاعة في ذلك اليوم العصيب وهذا من عظمة الله وجلاله وكبريائه لا يتجاثر أحد على أن يشفى لأحد إلا بإذن الله تعالى حتى الأنبياء حتى المرسلين لا يتجاثر أحد ولا يتجرأ أنه يشفى لأحد إلا بإذنه وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسمى صاحب الشفاعة وصاحب اللواء هو أول من تنشق عنده الأرض يوم القيامة وهو صاحب اللواء اللواء المحمود وهو الذي يعطيه ربنا الشفاعة وقد جاء في الحديث الطويل حديث الشفاعة سيقول النبي الكريم آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدعني كما أنا ثم أدعو الله تعالى بالمحامد كلها تسبيحات وتكبيرات فإذا برب العزة يقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع فإذا بالنبي الكريم يبدأ يشفع لأمته للعصات وللمدنبين اللهم رزقنا شفاعة النبي الكريم هذا معنى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ربك عز وجل علمه محيط بجميع الكائنات وبكل المخلوقات بماضيها وحاضرها ومستقبلها هو سبحانه وتعالى لا يغيب عليه شيء أبدا كما قال عن الملائكة وما نتنزل إلا بآمن ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمشاء علمه واسع لا حدود له ولا يطلع أحد على علمه إلا بما أعلمه الله تعالى وسبحانه وتعالى علمه يشمل كل شيء العلم الحقيقي العميق ليس الظاهري وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي قال عنه النبي الكريم هو موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى وكل ما خطر على بالك فالله مخالف لذلك لا تضن الكرسي ككرسي السلطان ولا أن الله له قدمين ولا له يدين ولا له وجه أو عينين ربك عز وجل كل ما خطر على بالك فالله مخالف لذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وسيدنا النبي لما يتكلم عن العرش وعن الكرسي يعني يحكي عن سلطة الله وعن قوته وعن جلاله كان يقول والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقات بأرض فلات وإن فضل العرش على الكرسي كفضل فلات على تلك الحلقة بمعنى هو كبير كبير ليس له حدود أبدا وسع كرسيه السماوات والأرض واسع واسع جدا السماوات بالكواكب والنجوم والأراضين كل لغة واسع كرسيه ولا يؤود حفظهما أي أن الله تعالى لا يثقله ولا يكترثه حفظ السماوات والأرض هذا أمر سهل عليه رغم أنه كبير السماوات والأراضين والمخلوقات كثيرة هذا لا يتعب الله ربنا قائم على كل نفس بما كسبت وهو الرقيب على الجميع لا يغيب عنه شيء والكل كل المخلوقات متواضعة ذليلة لله تعالى ثم ختم بقوله ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم فربك عز وجل يبين للناس علوه وعظمته وجلاله هذه السورة سورة الكرسي هي ربنا جعلها من أسرار القرآن الكريم والله جل جلاله جعلها مباركة وجعلها فيها فيها أشياء غريبة من قرأها في زوايا بيته الأربع تكون حارسة له بعض الناس يقول لك ما قيمة هذه السورة السورة هي نزلت ليلا وحينما نزلت على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة خر كل صنم في الدنيا وسقطت تيجان الملوك والرؤساء وهربت الشياطين لما نزلت هذه السورة ربك سبحانه وتعالى جعل غرائب وقعت الأصنام التي كانت في أرض العرب خرت وتهاوت التيجان من فوق رؤوس الملوك والسلاطين في الدنيا تهاوت الشياطين هاربت لأنها مباركة هذه السورة كل من حافظها حافظته كل من رفعها رفعته إلى أعلى مقام كيف ذلك؟ سيد النبي يقول والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش هذه السورة ربك هو الخالق جعل لها لسانا وشفتين تقدس الملك ملك الملوك جل جلاله الإنسان الذي عنده في بيته أو في في أي مكان عنده عنده مشاكل وعنده صعوبات يقرأها في زوايا البيت الأربع كتجي للبيت ديالك لأركال الأربع وكتقرأ في هذا عن اليمين وعن الشمال وفي الأمام وفي الخلف كتقرأها في الزوايا الأربع تكون حارثة لك إلاك تتصافر وعندك ممتلكات سير وما تخافش ربك عز وجل يوكل ملائكة بحفظها إلا كان البيت ديالك يدخل لي شيطان وكيخلق المشاكل بين الزوج والزوجة والأولاد كذلكم الرعب ربي سبحانه وتعالى كيكبلو ويطردوه من البيت بقوة سورة أو آية الكرسي هي مباركة فيها أسرار كثيرة وكثيرة جدا جدا هذه الصورة روية بأنها فيها يستحب قراءتها أولا بعد الفراغ من الصلاة سيدنا النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه ذلك من دخول الجنة إلا أن يموت اللي بغتك تقرأ دائما آية الكرسي بعد الصلاة إن شاء الله أنت مبشر بالجنة ولن يمنع ذلك مانع أيضا نقرأها في الفراش قبل النوم إنسان قبل أن ينام بشي نعسوا واحد النوم عميق كل النوم ديلو في تحب كي يحلم بأحلام مزعيجة كي يجي ربما ديكوشماغ كل أولادو كيتفزعو كل أولادو كي يشعروا بالوسواس القهري ماذا نفعل لمحاربة الكوابيس والأحلام المزعيجة نقرأ آية الكرسي على أنفسنا ونقرأها على أولادنا يحفظهم المولى عز وجل ربك سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقرأ أيضا عند الخروج من المنزل في الصباح الباكر تخرج من المنزل ديالك واتمشي للشوق واتمشي للشغل وربما قد تلقى متاعب إذا قرأتها الله تعالى يزيل عن طريقك المتاعب ثم إلى عند مواجهة الأخطار عندك أخطار حل لأنك حروب ضمار وخرب نقرأ آية الكرسي نقرأها الله تعالى يهدئ النفوس ويحفظون من الأخطار إذا خشيت أنك تصب بالحسد والعين من أراد أن يطلب السلامة في الناس اللي عندهم النعيم ومتبوع استعينوا على قضاء حوائشكم بالكثمان فإن كل دي نعمة محسود فمن أراد دفع العين والحسد وطلب السلامة يقرأ آية الكرسي هي رقية وتحصين وحماية من الأضرار من الحسد من الأرواح الخبيثة وحدد طويل معروف أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه كان قد وكله النبي الكريم بحفظ الأموال في بيت المال فكان يأتي بالليل فإذا به يرى صارقا يسرق يسرق من بيت المال فألقى عليه القبض فبدأ أن يبكي الصارق وقال له يا سيدي أنا محتاج وعندي عيال ولي حاجة فأشفق عليه أبا هريرة وتركه وفي اليوم الثاني لما جاء أبا هريرة وجد نفس الشخص يسرق من بيت المال فألقى عليه القبض قال ارحمني أنا عندي عيال وأنا محتاج فخلّس بله ورحمه وفي المرة التالية وجده نفس يفعل نفس الفعل قال والله لا أحملنك إلى رسول الله أنت أنت لس كل مرة تقول لي أشنا عودك تعود قال لي أرجوك أتركني فقال لي أنا سأعلمك كلمات تنتفع بها أطلق سرح ديالي قال لي إذا آويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح فتحجب أبو هريرة هذا الكلام كبير ويقول وذا صارق هذا صارق ما عنده حرمة فكيف يقول هذا الكلام العظيم فتركه أبو هريرة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له كل هذا الوقائع فقال يا أبا هريرة أهو تدري من هو ذلك السارق قلت لا يا رسول الله قال إنه شيطان ذلك السارق شيطان صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب بمعنى أن الكلام اللي قالوا هو صدق اللي بغي يكون عنده حافظ من الله حتى يصبح يقرأ آية الكرسي ولكن وكذب يعادة كي كذب ودائما كي بدل الكلام فآية الكرسي أيها الأحباب الكرام هي فيها إعجاز عظيم جمعت في عشر جمل مستقلة أصول صفات الألوهية جمعت التمجيد لله الواحد الأحد ونطقت بأنه سبحانه وتعالى متفرد في ألوهيته وأنه سبحانه وتعالى هو الموجد لغيره من المخلوقات وهو منزه عن كل نقص ومبرأ من كل فطر وغفلة وهو ليس كمثله شيء وهو سبحانه واجب الوجود بداثه كان من الأزل ولا شيء معه وهو الآن وفي كل آن على ما عليه كان فهو فوق المكان وفوق الزمان تعالى سبحانه أن يكون متحيزا حتى يحتاج إلى مكان أو يكون متغيرا حتى يحتاج إلى زمان هذه أيها الأحب الكرام آية الكرسي كنز من كنوز عرش الرحمن لا يعلم نهاية أسرارها إلا الله تعالى كل إنسان إذا داو مع لقراءتها فإنه ينتفع ببركاتها في الدنيا وفي الآخرة يكون من الفائزين بنعيم مقيم فلا نخاف ولا نحزن ولا نشعر بالضيم مادم لنا رب اسمه الكريم وعطانا هذه الوسائل التي بها نحمي أنفسنا ويفتح الله بها الأبواب المغلقة بآية الكرسي فقولوا جميعا لا إله إلا الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة